يحتضن وجع ابنه منذ شهرين يحاول شادي جاهداً الحصول على أعفاء طبي لعلاج طفله المريض في أحد مستشفيات الأردن لا يملك تأميناً صحياً لإجراء عملية قد تصل تكلفتها إلى نحو 20 ألف دولار أمريكي يقول الوالد إن علاج ابنه متوقف على أعفاء طبي لا تستغرق الموافقة عليه سوى توقيع مسؤول الولد إليه شهرين بتألم الولاد بيحكي للطبيب إذا ما نعمل عمريته بدري رحسين مع تريف إليه شهرين الولاد على كيس البول هطين الفلكس بالمثاني شهرين إلي بتألم إلي شهرين بعاني ما خليت له مجلس نواب لا خليت شركات تأمين لا ما خليت حدا أموري صعبة من 7 إلى 15 ألف أنا للأمانة ما معي قضية شادي وكثر غيره تأتي بالتزامن مع إنهاء الجدل بشأن الأعفاءات الطبية تحت قبة البرلمان الأردني وبدء الحكومة تسليم الدفعة الأولى من الأعفاءات المقدمة للنواب بمعدل عشرة أعفاءات لكل نائب شهريا وعلى الرغم من القرار الذي يرى فيه مسؤول نحل حالة لأزمة الأعفاءات فإن بعض النواب يقولون إن الأجدر هو الارتقاء بالرعاية الطبية من خلال تخصيص أموال الأعفاءات لتطوير القطاع الصحي في الأردن هذه الأموال التي تكلف الخزينة مبالغ طائلة لو استغلت في تطوير القطاع الصحي ومن ناحية تدريب الأطباء وتأهيلهم لمعالجة المرضى في مستشفيات القطاع الخاص وبناء مستشفيات جديدة لتخفيف الضغط على مستشفى البشير ومستشفى الأمير حمزي لكان أفضل من ذلك تمنح الإعفاءات الطبية للمواطنين ممن تتراوح أعمارهم بين ست سنوات وستين عاما ممن هم غير مشمورين بمظلة التأمين الصحي بتكلفة تصل إلى نحو مئة مليون دولار سنويا فيما تقدر نسبة المؤمن عليهم في الأردن بنحو سبعين في المئة من المواطنين مطالب برلمانية وشعبية بوقف ملف الإعفاءات الطبية والاستعادة عنه بتأمين صحي شامل لجميع الأردنيين فمن واجبات الدولة الأساسية تأمين العلاج والطبابة لأي مواطن بلا غطاء هكذا ينص الدستور الأردني ليتجور عربي عمان موسيقى